من الحسابات العربية الكارهة للرئيس الأمريكي إلى تلك الكارهة للرئيس تركي رجب طيب إردوان والتي لا تكاد تغيب عن حلقة من برنامج بوليغراف هذه الحسابات نشرت محتوى مكالمة هاتفية بين إردوان وبين الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وسنقرأها نصا إردوان نحتاج إجلاء الجرحى من مصنع أزوفستال لوجود قوات أجنبية ومقاتلات من العنصر النساء بضمنات تأخذون في حقوقكم قديروف سيرود أعتذر يا سيد إردوان نعلم مكانتك عند المسلمين ولكنك هنا تتجاهل مما تكنه لنا قوات أزوف كمسلمين وتمثل هذه الفصائل خطرا على العالم كله لن يخرج منهم أي شخص إلا وهو أسير قديروف يا سيد نحن نشدناك بالتوقف عن دعم أوكرانيا خصوصا بعد ورود معلومات لدينا أنك تعطي تحركاتنا في البحر الأسود لحلف النيتو وحلف النيتو يقوم بإفادة أوكرانيا على الرغم من أنها ليست في الحلف نحن تغاضينا عن إعطائك طائرات البيرقدار وتغاضينا عن وجود جنود يقاتلون في صف الأوكران ونحن حقا آسفون لموقف تركيا الإسلامية ضدنا هنا يرد إردوان أنا وصيت سلام بين دول العالم جميعا وأخاطبك كونك صديقا لي الأمور السياسية تتخذ فيها إجراءات أخرى الآن نحن نتحدث عن مواقف إنسانية بإخراج الجرحة يرد قديروف نحن نقدر ذلك لكن هذا الأمر ممنوع لدينا وقد أخبرنا الرئيس بوتين أننا لن نترك قوات آسوف وشأنها وقد وافق على طلباتنا هذا هو نص الحوار وبالطبع الحوار الوارد في المنشور لم تذكره أي جهة روسية أو تركية غير أن موقع روسيا اليوم ذكر أن رئيس جمهورية ششانا الروسية رمضان قديروف حث الرئيس التركي رجب طيب إردوان على عدم تصديق كتيبة آسوف واصفا إياهم بالقتلة والكفار وكتب قديروف مع كل احترامي لزعيم الدولة الإسلامية أود أن أذكركم أن كتيبة آسوف هي جماعة إجرامية فاشية نازية مسلحة متورطة في العديد من الجرائم وقتل السكان المدنيين في دونباس وتابع أيضا قديروف أناشد الرئيس التركي رجب طيب إردوان وأن يتوقف عن دعمهم فمقاتلوا آسوف هم قتل وكفار يريدون الآن أن يقدموا أنفسهم كضحايا أبرياء للعدوان الروسي لا تدع المجرمين يخدعونك متوجها بخطابه إلى إردوان كما أسلفنا وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قال في وقت سابق إن السلطات التركية مستعدة لتوفير سفينة لإجلاء الجرحى من المسلحين الأوكرانيين المتواجدين في مصنع آسوف ستال في ماريو بول وأكدا عدم وجود اتفاق بشأن هذه المسألة إبراهيم كالين قال أيضا لرويترز أنه ناقش الاقتراح بنفسه مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي في كييف قبل أسبوعين وأن الأمر يظل مطروحا على الطاولة رغم أن موسكو لم توافق عليه بعد غير ذلك لا وجود للحوار على الأقل عبر الهاتف كما نقلته تلك الصفحات